يسعد مساكن وصفتنا اليوم وصفة شيخ الكار الحج أبو سليم صورنا بفرنه بحلب عنده ثلاث أفران وفعلا هو ابن صنعة وشيخ الكار صورنا خبز لفليفلي واللحم بعجين والعجينة اللي بتاخد العقل طرية جدا وعطانا أسرارة اعملت بها العجينة على طلب الصبايا يا خالي الصوات عيلية كانت والمآدير غير واضحة من عيوني رح أشرح لكم الطريقة بشرح مبسط بمآدير الحج أبو سليم اعملت هالفطيرة حشيتها أجبان منوعة وعلى السطح حطيت زعتر وعملت بنفس العجينة مناقيش احشي على كيفك وعطيني بصمتك يا أحلى صبية قولي بسم الله وفرميلي بصلتين كبار فرم ناعم وحطيلي نصف كوب زيت بهالتنجرة الصغيرة وحطي معلقة سمسم ومعلقة حبة بركة ومنا نقلبون مع الزيت ونحط معلقة دبس بنادورة وثلاث معالي دبس فليفلة ومنطفي النار ومنحط المنكيهات كمون كزبرة يانسون وشمرة ممكن تحطو هين ورح نحط دبس الرمان اللي بيعطي طعم الأطيب والكزبرة ما تنسوها ومنطفي النار قولوا بسم الله رح نحضر العجينة معلقة ونصف صغار خميرة كوب مي دافية ومعلقتين كبار سكر بيعطونا لون جميل وبيعدلوا الطعم ومعلقتين لبن أي لبن متوفر عندك ومعلقتين خل أي نوع خل متوفر عندك جود بالموجود رح نحط بيضة بتعطي طعم مميز ونتيجة رائعة ورح أحط مقدار فنجان زيت نباتي رح نخلط هالسوائل وحطيت الزيت جنبي مقدار بسيط وملح هلا رح نحط الطحين ممكن تنخليه لحتى تاغ دي نتيجة أفضل رح أحط كوبين وخلطت هذا الكوب الثالث حطيت معلقة صغيرة ملح ورح أخلط صارت لك أكواب وهذا نصف كوب من هالكوب كله ونصف الكوب الآخر حطيته على جنب نحن بنعرف لربما نحتاج بنحطه على جنب يعني حطيت ثلاث أكواب ونصف طحين وعجنت رشيت معلقة طحين ومسحتها الصحن النعم احترامه واجب من حين لآخر عم برش طحين للعجينة وعن بختبر ليونتها بدي هالليونة ما بدي إياها آسية رشيت بالصحن طحين وهلأ بدي أناعم العجينة عم بمسح إيدي زيت بكل بساطة نعمة هالعجينة ممكن ترشي طحين لحتى ما تكون قشرة ورح أقلا قضوي أريحها لتنتفخ لمدة ساعة حسب حرارة المطمخ بدي أحضر خليط الأجبان بدي أحشي الفطيرة حطيت أربع مكعبات جبن سوري حليته من الملوحة عكاوي وحطيت بيضة خلطت جبن على المكسر وممكن تفرميه فرم ناعم حطيت هون معلقة كبيرة أشطر بتعطيني طعم مميز وحطيت جبن موزيريلا أي نوع أجبان خليط أجبان حطيها الأشطر بتعطي تماسك والجبن السائل بيعطي طعم مميز العجينة ارتاحت بعد ساعة هلأ بدي أقطع ضربتها بكفي إذا انتبهتوا طالعت الغاز منها لأنه انتفخد وهلأ رح أقطع العجينة بدي كرتين عجين بدي أعملهم فطيرة عبارة عن حشوتين والباقي إذا أعملوا منقيش قلت لهم قضوا ارتاحوا لينتفخوا والباقي قطعتوا قطع صغيرة بدي أعمل منقيش حضرت هون الزعتر حطيت معلقة كبيرة سماء وحطيت زعتر حلبي بدي مزت حموضة لقلو ارتاحت العجينة ورشيت طحين ومن خلال رشها الطحين مشان ما تلزق رشيت وعم بفردها بأريحية تامة عب تمد معي متل لقماشة شايفين لأنه ارتاحت العجينة لربما نص ساعة تاخد راحة يكفي حسب حرارة المكان هون رشيت طحين فرخة أنا دايما بحب وقت عم بعمل منقيش وفطيرة أو بيتزا أرش طحين فرخة وممكن سميد بمنع الالتصاق وبيعطي أرمشة مميزة مديت الكرة الأولى وفردت بكل بساطة وبديت بالكرة الثانية شايفين ما أحلاها متل لقماشة هلا فردت الجبن المخلوط مع البقدونس ومع البيضة البيضة تعطي تماسك ونوعت بالأجبان لأاخد طعم مميز ومشان الجبن يعطيني فعلا تماسك بوجود البيضة والجبن الكريمي أنا آسفة انسيت أشرح شغلي مهمة أثناء فرد حشوة الأجبان بترك على الأطراف العجينة 2 سنتي وببلل إيدي مي وبرطب أطراف العجينة وبعدين بلزق الطبقة الثانية للعجينة هون حضرت خلطة عبارة عن صفار بيضة ومعلقة خل ومعلقتين حليب مشان أدعن سطح العجينة لتاخد لون على السطح فردت الزعتر اللي ضفتله زيت وهلأ أخدت جزء من الجبن المخلوط بالبقدونس حطيت على السطح وممكن تحطوا جبن شادر وحطيت من معجون دبس لفليفلي خلطت دبس لفليفلي وحميت الفرن مسبقا على حرارة ميتة وقلت لأضوي للفطيرة لتنخبز ورح أبدأ بفرد المناقش شايفين إش قد انتفخوا؟ كانوا صغار وانتفخوا بكل بساطة برش طحين وبفرد أقراص العجين وبجمعن كلن وبعدين بفرد الخلطات قال لي شيخ الكار إنه الزيت النباتي بيعطي كشفية لخلطة دبس لفليفلي ولنكون صريحين أكتر نحن النسوان بنعرف دبس لفليفلي كلما نشفناه أكتر على الشمس بيعطي غمائية والملح بيعطي غمائية للدبس لفليفلي ونحن مضطرين نحط ملح للدبس لفليفلي مشان نحفظه خلصت الفطيرة أغدت يا دوب من ربع ساعة لتلت ساعة استفقتها والمنائش جاهزة ممكن تعملي كنار بكل بساطة وعلى فكرة قال لي شيخ الكار بأنه زيت الزيتون بيعطي غمائية بقى بالنهاية حطوا معلقة زيت زيتون لحشوة دبس لفليفلي خلصت هالفطيرة أنا سميتها فطيرة ميكس لأنه هي طعمة فعلا مميز حشيتها بخلطة أجبان مع إضافة البقدونس والنعناع وعلى السطح حطيت بنهاية خبزة جبن شيدر ودهنتها دبس فليفلي إضافة للزعتر والزيت اللي حطيته على سطحها قبل ما تدخل على الفرن فعلا فطيرة ترفع لها القبعة بتضيضي وشك وشي بإذن رب العالمين حتى حعملت قوارب الكل بيعرف شكل القارب أنا منزلة الطريقة على فكرة فطيرة القوارب اللي منزلتها من أروع ما يكون موجودة بقناتي بتمنى من الطيبين تحريك محرك البحث على جوجل أو يوتيوب مجرد ما تكتبي اسم الوصفة جنب دلال حناوي شبك لبك أصدق الوصفة خلصت الوجبة وهلأ عم بنتقل لخبز وجبة منائش الزعتر وكمان منائش الخبز بفليفلي خلطة هالفليفلي بكل بساطة ممكن تحضريها وتفرزيها مطربان زجاجي لشهر وشهرين وقت الحاجة بالطالعية وبتعمليها للمغتربين اللي عم يسألوا يا خالي دلال بدنا خلطة دبس الفليفلي دبس الفليفلي نفسه شلون بتحضري حبيبة قلبي موجود الفيديو مجرد ما تكتبي تحضير معجون الفليفلي بدون شمس على النار دلال حناوي تطلع لك الوصفة خلصنا المناقش وبتمنى من الطيبين اللايك والدعم بمشاركة الفيديو على أكبر نطاق لتعمل فائدة وفعلا بتفيدوا خالي دلال لأنه بوجودكن بتقدم للأفضل وبعطي بحب وبدون ملل شايفين القوارب منزلي هالوصفة كمان بقناتي مفصلي ويا رادي تجربي وصفة المشحمية نزلتها من يومين هي عبارة عن عجين بعد ما نعجنا منخلط لحمة ودهنة نية وكرافس ومنعجننن مع بعض ومنقرصن ومنخبزن على الصاج فعلا وصفة ترفع لها القبعة جربوها ما بتندمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر